بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو موقف السيد محمد الصدر من نظرية التقية والانتظار السلبي للإمام الغائب في عصر الغيبة؟ هل كان يؤمن بولاية الفقيه؟ نواصل في معي لتقديم نقدنا وتحليلنا وعرضنا لما يسمى بالموسوعة المهدوية التي ألفها سيد محمد محمد صدق الصدر والتي تتألف من خمسة أجزاء وكل جزء خمسمية ستمية سبعمية صفحة الآن نتوقف عند موضوع نظرية التقية والانتظار التي غلبت على الشيعة خلال ألف عام وحرمت عليهم إقامة الدولة في عصر الغيبة وما تفرأ عن الدولة كثير من الأمور ولو أنهم حاولوا أن يخرجوا من هذه النظرية القاتلة والمخدرة والمميتة شيئا فشيئا إلى أن وصلوا إلى نظرية ولاية الفقيه هذه الأيام فماذا كان موقف السيد محمد صدر؟ من نظرية التقية والانتظار السلبي ثم ما هو موقفه من نظرية ولاية الفقيه؟ بالحقيقة أنا وجدت عنده موقفين مرة يؤيد نظرية التقية والانتظار ويجيب الأحاديث التي حولها وأيضا يبررها ويشرحها ويفصلها وفي مكان آخر من الموسوعة في نفس الجزء الثالث هذا يعني يقول هذه محدودة في حدود معينة إذا كان لدينا قدرة نحن نمارس الأمر المعروف والناعي المنكر ولكن بأي حدود؟ بأي سقف يعني؟ هل كان يؤمن بإقامة الدولة في عصر الغيبة؟ الآن ابنه سيد مقتدى يشارك في هذه الدولة يشارك بناء على أنه هو ابن الولي الفقيه ما يبدو أنه يؤمن إيماناً تاماً وكاملاً بالدولة الديمقراطية لأنه لا يمارس الديمقراطية مع أبناء التيار الصدري هو من فوق هو يعني مثل التقليد يشبه المرجعية والتقليد ونحن بحاجة إلى تعزيز الثقافة الديمقراطية وتعزيز وترشيد هذا النظام الديمقراطي الهش الذي أكمناهم في العراق قبل عشرين عاماً ونحتاج إلى فعلاً معالجة الثقافة الأخرى المضادة للديمقراطية التي هي سواء نظرية التقية والانتظار التي لا يزال يطبقها أو يلتزم بها بوعي أو بدون وعي كثير من الشيعة ينتظرون الإمام الميدي حتى يصلح الأمور ويقولون نحن ما يمكننا أن نقوم بأي شيء أو لا هما يقولون بصراحة نحن لا نؤمن بهذه الدولة والنظرية الصحيحة هي النظرية المرجعية فالشيعة اليوم بين هذه النظريات خلينا نشوف سيد محمد الصدر ماذا يقول أولاً نقدم مقدمة على ما هي النظرية التقية والانتظار في الحقيقة دخل الشيعة الإمامية الأثنى عشرية بعد قولهم أو افتراضهم لوجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري وغيبته وقالوا أنه هذا غاب دخلوا في مرحلة أسموها مرحلة الانتظار وكانوا يعنون به انتظار الإمام الغائب بعد الثاني عشر اللي ما شفه ولادته ولا شفه بس افترضوا أنه مولوده غائبه لازم ننتظره وقد اتسمت تلك المرحلة بالسلبية السياسية المطلقة حيث حرموا الثورة وإقامة الدولة إلا بعد ظهور الإمام المعصوم المنصوص عليه من الله وعطلوا كل ما يتعلق بالدولة من أمور كجباية الخمس والزكاة وإقامة الحدود وصلاة الجمعة والجهاد وكثير من الأشياء ورفضوا حتى نظرية ولاية الفقير العلماء السابقون الشيخ الصدوك النعماني المفيد الطوسي كل هؤلاء رفضوا نظرية ولاية الفقير باعتبارها ببساطة لأنها تفتقد إلى شروط الإمامة التي كان يؤمن بها الإمامية من العصمة والناس والسلالة العلوية الحسينية فإذا جبنا أي واحد فقير وحطنا سوينا زعيم علينا ولأمر المسلمين معنات أن هذا بعد مو إمامي مو نظرية إمامية كما قال الشيخ الصدوك خرجنا عن دين الإمامية إذا أحنا آمننا بولاة الفقير فقد قال الشيخ محمد بن أبي زينب النعماني هذا تلميذ الكوليني توفى سنة 340 هجرية في أواصل القرن الرابع الهجرية قال شوف الفكر اللي كان بني على نظرية الغيبة أو فرضية وجود الإمام الغائب قال هذا الشيخ ما در خدمة لمن خدمة للعباسيين خدمة لأي واحد اللي كان يستفيد من هذا الفكر في تلك الأيام حتى يخدر الشيعة قال إن أمر الوصية والإمامة بعهد من الله تعالى وباختياره هو الله يختار الأئمة لا من خلقه ولا باختيارهم ما يصير فمن اختار غير مختار الله وخالف أمر الله سبحانه ورد مورد الظالمين والمنافقين الحالين في ناره راح رحلون الجهنم ذلك لأن الله جاء بالنا إمام بس غاية من شوفه ولازم إحنا ننتظره شوفوا هذه نظرية الانتظار باختصار وأورد هذا الشيخ محمد بن أبي زينة بن أماني سبع عشرة رواية حول وجوب التقية والانتظار والتحريم الخروج في أسر الغيبة لاحظوا في كتابه الغيبة صفحة 57 ومتين وواحد وكان من تلك الروايات التي اعتمد عليها محمد بن أبي زينة بن أماني في تنظيره لفكرة الانتظار هي ما رواه عن أبي جعفر الباكر عليه السلام أنه قال ألزم الأرض لا تحركن يدك ولا رجلك أبدا حتى ترى علامات أذكرها لك وإياك وشذاذ آل محمد كل يوم طال أنه واحد علوي يمسوي له ثورة لا تروح وراه فإن لآل محمد وعلي راية ولغيرهم رايات فالزم الأرض ولا تتبع منهم رجلا أبدا حتى ترى رجلا من ولد الحسين معه عهد النبي ورايته وسلاحه فالزم هؤلاء أبدا وإياك وما ذكرت لك تريد بالك وتروح مع الفاطميين أو مع مثلا دول الإسماعيلية أو غيرهم الزيدية اللي دسعون توراتها الأيام هذا حديث رواه رواه النعماني عن الإمام باكر وحديث آخر بعد أوصيك بتقوى الله وأن تلزم بيتك وتقعد في دهماء هؤلاء الناس وإياك والخوارج منا من أهل البيت يعني فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء انظروا إلى أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا طيب وده ما شفنا أهل البيت شو نسوي ما موجودين وإن استصرخوكم فانصروهم تؤجروا ولا تستبقوهم فتسرعكم البلية متون وكل راية وكل راية ترفع قبل راية المهدي فصاحبها طاغوت وعبد من دون الله كل بيعة قبل ظهور القائم فإنها بيعة كفر ونفاق وخديعة يعني هاي انتخابات مثل بيعة فالانتخابات هي يصير انتخابات كفر ونفاق وخديعة والله لا يخرج أحد مننا قبل خروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره فرخ صغير قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به وقع من الأشمال هذه الروايات رويها هذا النعماني في كتاب الغيبة ما فيش مخدر أكبر منها الروايات هذه للشيعة روح ناموا لما نطلع صح في الزمان وأيضا نجي الصدوق يروي سيد محمد الصدر يكمل القصة هذه يكمل الروايات هذه يقول في القسم السابع من الجزء الثالث الأمر بالتقية في عصر الغيبة الكبرى هذا عنوان سيد محمد الصدر صبح 350 يقول فقد أخرج الصدوق في إكمال الدين والشيخ الحر العام يعني في وسائل الشيعة والطبرسي في أعلام الوراء اللي كلما أخذوه من النعماني ومن الكليني أخرجوا عن الإمام الربع المرة مو المنباكر أو الصادر أنه قال لا دين لمن لا وراء له ولا إيمان لمن لا تقية له وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية قال لي يا ابن رسول الله إلى متى هذه التقية قال إلى قيام القائم فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا هذا سيد محمد الصدر يروي هذه الرواية ويقول إلى غيرها من الأخبار وهي من الكثرة إلى حد الاستفاضة بل التواتر أصلاً في تواتر حول هذا الزوم التقية في عصر الغيبة ويقول مدلولها الإسلامي الصحيح أمران ويجيب أدلة على أنه تقية لازم ويقول أيضاً في موضع آخر من كتابه يقول ودلت الغالبية العظمى من أخبار التنبؤ بالمستقبل على وجوب السلبية والإنعزال بحيث استغرقت كل أخبار العامة تقريباً وأغلب أخبار الخاصة ولم يكد يوجد من الروايات الآمرة بالمبادرة إلى الجهاد والأخذ بزمام الإصلاح إلا النزر القليل جداً أخبار المتواترة دي كتب يقول له نعمه والسلبية والإنعزال وخلنشوف بعد هذا الشيخ الصدوك اللي ديروا عنا سيد محمد الصدر ماذا يقول ماذا يفسر التقية وماذا يقول ماذا تعني التقية التقية بمعنى في معنى سابقاً زمن الأئمة يقلبون كلام الأئمة الأئمة ما يتكلمون يجي هذا الراوي يقول لا هذا الإمام مو مقصودة هكذا مقصودة بالعكس لماذا يا أيها الراوي يقول لأنه هو يكلمني سراً إلي يقلي بالعكس مثلاً الإمام الصادق ينفي أن يكون إماماً مفترض طاعة من الله يجي أبو بصير اللي هو يروي الرواية نفسها هذه يقول بس من طلعوا دول اللي يسئلوه زيدية الإمام قال لي إلي يا لا إحنا أكثر من هذا إحنا أدنا كل شيء ومعيني منك بإله تعالى يعني يقلب كلام الإمام بالتقية يقول الإمام خاف ما أتكلم بصراحة الإمام العسكري أعلن أمام الملأ في المحكمة وأمام الملأ كلهم قال لي ما عندي أولاد قال له هادي يسوي تقية يقلبوا كلامه أنه هو يسوي تقية وعنده ولا ضامة شوف شلون هاي يعني كل كل كلام الإمام ما يمكن نمسك أي شيء من كلام الإمام لأن كل شيء يقلبوني في السروب التقية هذا فد معنا كان موجود في حياة الإم بناء على بالنسبة لأقوالهم ومواقفهم وأيضا شيء آخر التقية في عصر الغيبة يعني أقعدوا نام ولا تسوي أي عمل ثوري لا تسوي مقاومة لا حكومة لا حزيب لا ثورة لا أي شيء وهذه الحالة كانت ممتدة كما سوف نرى إلى قبل خمسين سنة وقال الشيخ الصدوق التي توفي سنة 381 بعد 41 سنة من النعماني يقول التقية فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين هذه كل الدول الظالمة حتى الموهيين من دولة ظالمة يقول التقية فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه هذا بعد مو إمامي إذا رح يسوي دولة وثورة ويتبع فقائد فقيه أو غير فقيه وهذا الفقيه مو معصوم ولا معين من الله يعني بعد هذا مو إمامي خرج عن دين الإمامية كلام صريح جدا والتقية يضيف استيخص صدوق محمد بن علي بن باب هو صدوق يقول والتقية واجبة لا يجوز تركها إلا أن يخرج القائم فمن تركها فقد دخل في نهي الله عز وجل ونهي رسوله والأئمة عليهم السلام أئمناه عن ذلك وهذا خالف العم بعد هذا صار مو شيعي يعني الآن الشيء كلهم مو شيع لو يجي الشيخ الصدوق اليوم ويشوف الجمهورية الإسلامية في إيران ويشوف الجمهورية في العراق والمقاومة الإسلامية في لبنان والأحزاب هنا وهناك يقوم يلطم ويضيف الشيخ الصدوق يقول ويجب الاعتقاد أن حجة الله في أرضه وخليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم المنتظر ابن الحسن اللي هو افترض وجوده ماكو أي دليل على وجوده ويجب أن يعتقد أنه لا يجوز أن يكون القائم غيره القائم غيره هذا ما يصير هو لا يجب هو موجود شوان يطلع بعدين صار 1200 سنو وما طلع يقول الشيخ الصدوق بقي في غيبته ما بقي ولو بقي عمر الدنيا لم يكن القائم غيره هذا في كتاب الهداية صفحة 47 شوفوا شلون فكر مخدر هذا الفكر المخدر الذي نتج عن افتراض وجود ولد الإمام العسكري غصبا عن خشم الإمام العسكري ومن هنا فقد رفض المتكلمون الإماميون مثل الشيخ الصدوق والنعماني واللولا الأوائل دعوة المعتزلة والشيح الزيدية إلى تبني نظرية ولاية الفقهية ترحوها على الشيخ الصدوق وعلى عبد الرحمن بن قبل قالوا أستاذيان آمنتوا واحد إمام غاية بس تعالوا سووا لكم دولة حكومة وكل مكان هناك ثورات ذيك الأيام الزيدية والإسماعيلية والقرامط وغيرهم ليسوا لهم حركات فتعالوا أنتم سووا لكم دولة وحركة وثورة في ظل الرئيبة الكبرى استنادا رفضوا دول المتكلمين الإمامية اللي كان في خدمة العباسيين الآن نفهم لماذا كانوا يصرون على هذه النظريات حتى العباسيين حكمون استنادا إلى فقدان الفقيه للأسمة والتعييم من الله وتعارض نظرية ولاية الفقيه مع نظرية الإمام الإله يمير بنية نظريتان متعارضتان والتي الفقيه اليوم هي ثورة على نظرية الإمام طيب هذا شرحنا لكم ماذا تعني نظرية التقية الآخر نشوف سيد محمد الصدر ما هو موقف سيد محمد الصدر من هذه النظرية يقول بعد ما يشرحها أيضا كما استعرضنا رواياته لبعض الروايات يقول إذن فالمفهوم الواعي الصحيح للتقية هو بعينه المفهوم الصحيح الذي استخلصناه من الأمر بالعزلة وكف اللسان حتى تسكت الذي استفاضت به أخبار المصادر العامة وليس أمرا زائدا ولا جديدا نقول هو هذا نؤمن به فإن الأمر بالعزلة وكف اللسان مع جعله منسجما مع القواعد العامة يكون مؤديا إلى أي النتيجة التي يؤديها الأمر بالتقية وهو الحفاظ على المخلصين هذا يبرر عزيزي محمد يقول ليش نحن ننتزم بالتقية وهو الحفاظ على المخلصين لتحقيق شرط الظهور الحفاظ عليهم عقائدين وحياتيا هذا في صفحة 354 يقول ويقول أيضا التقية لا تتحقق إلا بالقعود عن المجابع وكف اللسان عنهم نحرفين شو قصنا بيهم نحن نسكت عنهم صفحة 355 من الجزء الثالث الغيبة الكبرى تاريخ الغيبة الكبرى طبعا هناك يعني كأنه جيل جيلين ثلاثة أربعة عشرة ميت جيل الحفاظ على المخلصين في وين الراحة وكل المخلصين ماتوا أيضا بعدين شون استفدنا فليش ما ظهر الإمام في ذلك الوقت ليش ما تخلينا عن التقية مثلا في هالمواقع وهالمقاطع هكذا يقول السيد محمد الصدوريو هاي النظرية الشيعية العامة اللي كانت مخيمة الى الستينات الى زمن سيد محسين حكيم وشيخ حسين الحلي والسيد الاخوئي والأحلى فقط نفتي مسائل شرائية ما علينا بالثورة والإقامة الدولة والجمهورية وحجب الدعوة ما خلصنا فيه ميولا وتجلى ذلك الموقف السلبي من إقامة الدولة في عصر الغيبة في القرن الثالث حشر الهجري أيضا في موقف الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام المعروف موسوع فقهية والذي عاصر الأيام الأخيرة للدولة الأثمانية ولكنه لم يفكر في الثورة عليها وإقامة الدولة الشيئية خاصة في العراق كانت إمكانات موجودة بس هو أصلا ما يجوز نقوم بثورة ولا نتحرك رغم إيمانه هذا صاحب الجواهر رغم إيمانه بنظرية ولاية الفقه إلى درجة كبيرة وعالية ولكن ما كان تصل إلى مستوى إقامة الدولة نظرا لأنه كان يؤمن بعدم إمكانية إقامة الدولة في عصر الغيبة هو كان يقول هذا ممكن مستحيل لماذا يا شيخ محمد حسان يقول وإلا لظهر الدولة الحق وخرج الإمام المهدي الذي لم يختفي إلا بسبب الخوف على نفسه فإذا كان هناك إمكانية اليوم وإمام ما يجي يطلع ومادام ما طلع هذا الإمام فنعرف ما يكون إمكانية سوى تفكير بالمقلوب يعني ولذلك توصل نجفي إلى ضرورة الانتظار وعدم جواة إقامة الدولة الإسلامية في عشر الغيبة بل عدم إمكانيتها أصلا ما ممكن نحن نقيم دولة بعدين شكرا صارت إقامة الدولة لازم يجي يطلع من قبري حتى يرى الأمور كيف صارت الآن ويغير نظريته بل كان حيث قال في كتاب القضاء من جواهر الكلام لم يأذنوا يعني العم لهم يعني الفقهاء في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اللي يدفيها عن ذلك ونحو هي ما نقدر ما يمكن نحن نسويش كل سلطان وجيوش وأمراء وحرس ثوري ومقاومة وجيش شعبي ما ممكن اللي حنسويه ليش يا شيخ محمد حسن يقول وإلا ظهرت دولة الحق كان إليمام ما يجي يخرج إذا هذا كان ممكن إليمام ما يجي كان يخرج وشلون واقعين البير الشيعة وقعوا في بئر أكابر العلماء مثل صاحب الجواهر ما نقدر يطلع نفسه من هذا البير وطبعا هاي نظرية عكست على موقف الشيعة الإمامية الاثنية عشرية من قانون الأمر المعروف ونهي عن المنكر قالوا باللسان وباليد شوية بس ما توصل للجروح والقتل والقتال مما أدى إلى نشوء ظاهرة الانسحاب السياسي عند قطاع واسع من الشيعة الإمامية الاثنية عشرية وضعف المشاركة الشعبية في التغيير الاجتماعي وقد تمثل ذلك بصورة جلية في إحجام عدد من الفقهاء الذين تسلموا زمام المرجعية الشيعية العامة عن خوض العمل السياسي أو تصدي للظلم والطواغين وأني طبعا شارح هذا كله مفصلا في المبحث الثالث من الفصل الأول من الجزء الثالث من كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقه اللي يحب يراجع مفصلا شارح هذا الموضوع وكما قلنا لكم حتى في الستينات عند تأسيس حزب الدعوة خذله مراجع النجف من الحكيم إلى الحوئي لأنه ما يجوز نحن نسوي حكومة دولة وثورة هالأيام خلي على قول الشيخ حسين الحلي خلي يعرف الإيمان مهدي يشوف يشتغل يقدر يشوك الضرب مناسب يطلع فليش نحن نخرب عليه العمل والخطط ملعتين هذا تفكيرهم كان كبار لمراجع هذا كان تفكيرهم والسيد محمد الصدر هو تلميذ السيد الصدر والسيد الحكيم والسيد الخوئي خلي نشوف ماذا يقول بعدين هذا في مقطع يعني يتكلم عن في جانب من الكتاب يقول حديث متواترة مستفيرة وكل الأخبار وما في حديث عن الجهاد وكذا إلا النزر القليل ولكن في موقع آخر شوية يتغير موقف بالحقيقة شوية يتغير وشوية يحاول يخرج من هذا هذا البئر اللي واقع يشيء يقول الجهة الرابعة هل هل المطلوب خلال الغيبة الكبرى اتخاذ مسلك السلبية والعزلة أو المبادرة إلى الجهاد هذا عنوان يحط هو فهل من وظيفة الفرد المسلم هو السلبية والانعزال عن الأحداث وعدم وجوب إعلان المعارضة ومحاولة تقويم الموج من الأفراد والأوضاع أو إن وظيفة الفرد في نظر الإسلام هو العمل الاجتماعي الفعال والجهاد الناجز في سبيل الله غد الظلم والطغيان السأل ويجيب يقول دلة الآيات الكريمة بعمومها على وجوب الجهاد كقول عز من قائل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقولوا ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بها عمل صالح إن الله لا يضيح أجر المحسنين ويجيب آيات الجهاد ثم يحلق عليها يقول النقطة الثالثة في حث فكرة المهدي على العمل يقول فكرة المهدي موما أنت سلبية ويروح ننام بالبيت لازم نعمل يقول اتضح مما ذكرناه في النقطتين الأسبقتين يقول وغيرهما ما هو الحق في الجواب على الشبهة القائلة بأن انتظار الإمام المهدي عليه السلام سبب لتكاسل عن الإصلاح وترك العمل الاجتماعي وعدم معارضة الظلم والظالمين احتماداً على اليوم الموعود والإصلاح المنشور في ناس يقول هكذا يؤمنون من الشيعة وخلي الأمور صح بزمان يحلها دائماً في الثقافة الشعبية الشيعية يقول خليها على أبو صالح لما شفوون ظلم وفساد وطغيان وكل شيء بس ما يتحركون الآن موجودة هذه الروح مع الأسف الشديد هذه الروح السلبية موجودة عندنا أو انطلاقاً من الاعتقاد بأن المهدي عليه السلام لا يظهر حتى تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً أتعس من هؤلاء السبقين يقول خلي تمتلئ ظلماً وجوراً حتى يطلع صح بزمان إذن فيجب الظلم والجور وترك العمل استعجالاً لظهور المهدي عليه السلام حتى نحن خلي تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً وفساد فصحب زمان سيطلع يصير وقت ظهوراً فيجعهم سيد محمد الصدر يقول وقد أجاب الإلهيون ومعهم الحق بأن الدين كان ولا يزال أساس الثورات والمعارضات والمطالبة بإقامة الحق والعدل على مدى التاريخ وأكبر مثير للعواطف الإنسانية على طول الخط ونظرة واحدة إلى تاريخ البشرية مع شيء من الموضوعية وتجرد تثبت ذلك وقد قلنا ونقول وسنقول في العقيدة المهدوية مثل ذلك على ما سيأتي عن كريم بعدين نشرح يقول مستوى الأوساط التي تعتقد بأن العمل الإسلامي ضد الظلم والظالمين غير مؤثر بأي حال في ناس في ناس أيضاً لا هم يردون يتحركون بس يائسين وهؤلاء هم اليائسون الذين سيطرت هيبة الانحرار وهيمنة الظلم السائد في البشرية على نفوسهم فاعتقدوا بعدم جدوى أي شيء من الإصلاح يقول صحيح الأمر معروف أن يعني المنكر واجب بس ما نقدر نسوي شيء فاعتقدوا بعدم جدوى أي شيء من الإصلاح أو الأمر المعروف في هذا المجتمع الفاسد ومن ثم اضطروا إلى السكون وترك العمل انتظاراً لظهور المهد عليه السلام ليكون هو الرائد الأول في إصلاح العالم إن مشاركة الفرد والمجتمع في إيجاد شرائط الظهور لا يكون إلا بالعمل الجاد المنتج لرفع درجة الأخلاص والشعور بالمسؤولية ليكون في إمكان المخلصين المشاركة في مهام هداية العالم عند الظهور يقول لازم نحن نتحضر يقول أيضاً ما عرفناه من أنه يجب على الفرد عفوا أن يجعل نفسه على مستوى رضاء الإمام المهدي قبل ظهوره وبعده ولن يكون كذلك إلا إذا كان متمثلاً للأحكام الإسلامية بدقة سواء ما كان منها على المستوى الشخصي يصلي ويصوم ويتعبد أو على المستوى الاجتماعي ولن يحرز رضى الإمام بطبيعة الحال بالاقتصار على الجانب الشخصي من أحكام الإسلام فقط أنا أصلي وأصوم بعد ما عليه بالمجتمع لأن في ذلك أصياناً للأحكام الإجتماعية والإصلاحية التي أمرنا الله بها وهو ما لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله ولا المهدي إذن فالاعتقاد بوجود القائل الرائد باعث أي باعث على العمل الإجتماعي والإصلاحي ولا يكون ولا يكاد يوجد هذا الباعث بدون هذا الإعتقاد إلا بشكل ضئيل يقول نعتقد هناك إمام راح يطلع فرح هذي يدفعنا للعمل فكرة جيدة إن الأحكام الإسلامية الموجودة في الكتاب والسنة كانت ولا زالت معروفة وسارية المفعول ولا زال الناس مسؤولين عن تطبيقها وامتثالها لكل تفاصيلها ومن الواضح أن الاعتقاد بوجود الميدي عليه السلام لا يرفعها ولا ينخصصها لضرورة الدين وأجماع المسلمين ما العلاقة بالانتظار إسأل الإمام الميدي سيطلع بعدها ولكن إحنا واجبنا العمل بالدين وليس على الفرد المسلم الذي يريد الإطاعة والامتثال إلا أن يراجع الأحكام الإسلامية ليعرف ما فيها من جوانب شخصية وجوانب عامة لكي يطبقها على حياته الخاصة والعامة ويباشر العمل الاجتماعي العام طبقا للتكليف الإسلامي بالجهاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو مكافحة الظلم وهذا لا ينافي بحال عمل الفرد على صعيد عام كلام رائع جدا من السيد محمد الصدد بعدين يدخل تفاصيل يعني يقول وأود أن أشير في هذا الصدد إلى ملاحظات ثلاث لعلها تلقي بعض الضوء على أهمية العمل الإسلامي في عصري ما قبل الظهور عن الآن إن ما يرفع درجة الإخلاص في الأمة ويوجد شرط الظهور هو العمل ضد الظلم فعلا فمن الصخفي ما قيل بأن الاعتقاد بوجود المهدي باعث على الاستخذاء وترك العمل هذا كلام صخيف جدا وأما قيام الإخلاص والوعي على أساس الاختيار فباندفاع المكلف إلى العمل أزيد من مقدار الطرار والإحراج بمجرد شعوره بالمطلوبية الإسلامية له الزاما أو استحبابا بأن يكون على الدوام معارضا للظلم داعيا إلى الحق هاديا إلى سبيل ربه بالحكمة والمعارضة الحسنة صحيح أن الاندفاع إلى ذلك يحتاج إلى درجة كبيرة من الوعي والإخلاص وقوة الإرادة لا يتوفر إلا للقليل إلا أنه على أي حال ليس هو المستوى المطلوب توفره في المشاركة في قيادة العالم كله في يوم الظهور ذاك معلن نبي ويقول يعني يشرح بعدين أنه ما رد أطول عليكم والكلام لطيف عنده جدا يقول فترة الغيبة الكبرى التي لازمنا نعيشها وقد قلنا أن الانتظار فيها يحمل معنى توقع الظهور لفسر الانتظار تفسيرا إيجابيا يقول يعني نتوقع يطلع صحب الزمان وقيام اليوم الموعود في أي وقت وفي كل يوم لكونه منوطا بإرادة الله تعالى لا غير في أماكن أخرى قال الظروف إذا تسمح يظهر سيقول لا بإرادة الله كما ورد في بأن المهدي الذي أعلن به انتهاء السفارة وبدء الغيبة الكبرى حيث قال فلا ظهور إلا بإذن الله تعالى ذكره ولما ورد أنه يوم الظهور يحدث فجأة أو بغتة كلما سمعنا من مكاتبة المهدي أو كما سمعنا من مكاتبة المهدي للشيخ المفيد إذي هذه بياننا مكاتبات وهمية في الأحكام الإسلامية على المستوى الفقهي للعمل الاجتماعي أو العزلة ينقسم العمل الاجتماعي الإسلامي المقصود به الهداية والإصلاح إلى وجهتين رئيسيتين أو الأولا هما الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر وثانيتهما الجهاد أو الدعوة الإسلامية ولكل منهما مجاله الخاص وشرائطهما المعينة فالجهاد الابتدائي يعني يتضمن في مفهومه الواعي العمل على ترسيخ أصل العقيدة الإسلامية إما بنشرها ابتداء أو الوقوف إلى جانبها دفاعا بأي عمل حاول الفرد أو المجتمع الوصول إلى هذه النتائج سواء كان عملا سليما أو سلميا أو حربيا وإن كان أوضح فراده وأكثرها عمقا هو الصدام المسلح بين المسلمين والآخرين هذا الجهاد وأما الأمر بمعروف وإنه عن المنكر فمجاله هو الإطار الإصلاحي للمجتمع المسلم قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقول فهذا خاص غير عام ما أدري إيش يقول هذا ليس لكل الناس إلى بعض الناس يعني ومر سابقا أيضا المهم يقول إلا أن الجهاد على أهميتي الكبرى في الإسلام مشروط بشرطين الأول خاص بجهاد الدعوة المتعلق بنشر الإسلام في غير المسلمين وهو تعلق أمر الولي المعصوم به كالنبي أو أحد المعصومين بعده ومنهم المهدي نفسه بخلاف جهاد الدفاع فإنه غير مشروط بذلك بل يجب عند الحاجة على كل حال ولا يفرق في هذا الحكم بين أن يكون الجهاد دمويا أو لم يكن بل كان من قبيل الجهاد التثقيفي الإسلامي ويخلص إلى هذه النتيجة يقول أن الأمر بالمعروف وأنه يعني منكر غير منوط بوجود القيادة الكبرى يعني إمام مهدي ولا الإخلاص الممحص هذا إنسان عادي يقدر يقوم بهذا الواجب بل هو مشروع بشكل يشمل الحالات الأخرى ثم يقول بصراحة يقول إذا وجب العمل الإسلامي إذا إحنا قلنا العمل الإسلامي واجب إذا انحرمت العزلة وكانت أصيانا وانحرافا إسلامية خطيرا صارت العزلة والتقية والانتظار أصيان وانحراف إسلامي خطير وتكتسب أهميتها المضادة للإسلام بمقدار أهمية العمل الإسلامي المتروك في كل وقت كان العمل ضروري وواحد يروح يقعد بالبيت ويعتزل فهذا يعني كل شيء يكون على خطأ كبير ومن ثم كان ترك الجهاد عند وجوبه والفرار من الزحف من أكبر المحرمات في الإسلام وأيضا يعلق بعدما يرد بعض الأخبار حول التقية يقول هذه الأخبار مقيدة لا محالة بقيدي موارد وجوب العمل مع اجتماع شرائطه إذ مع وجوبه تكون التقية والعزلة وكب اللسان أصيانا وانحرافا هذه في صفحة 356 بعدما يشرح نظرية الأحاديث يقول متواترة ومشهورة ومستفيضة وكلها تأكد على العزلة والتقية بعدين هو يقول لا إذا كان ممكن العمل ومورد وجوب العمل فيجب أن نعمل ما ننتظر طيب هنا عدنا سؤال إلى أي سقف راح يعمل السيد محمد محمد صادق الصدر يعني الأمر معروف يعني منكر مثلا يصلي ساعة الجمعة هذا أمر معروف هنا يعني منكر مثلا يحارب الظالمين الفاسدين الفاسقين السافرات كما لا تبيعوا لهم لا تشتروا من أجهم كذا كذا عندها فتاوى طيب هل يصل الأمر معروف وأنها عن منكر إلى مستوى إقامة الدولة وإلى نظرية ولاية الفقه أو الجمهورية الدموقراطية الآن مثلا أن نحقق العدل والأمر المعروف أنها عن منكر من خلال الدولة الدولة المدنية هي تقوم بذلك ونحن نشارك بهذه الدولة هذا بالحقيقة حتى الآن أنا ما شفت عنده موقف واضح من موضوع ولاية الفقيه وإقامة الدولة صحيح هو في زمن صدام حسين وفي ظل سقف صدام حسين أعلن أنه هو ولي أمر المسلمين باعتباري هو ناعب الإمام المهدي وحسب الفقهاء الشيع المعاصرين أو المتأخرين يعني الذين مالوا إلى نظرية ولاية الفقيه وجمعوا بينها وبين النيابة العامة للفقهاء المراجع عبر التاريخ عبر 500 سنة كانوا يعملون بهذه الفرضية أن هم نواب الإمام المهدي فبالتالي يستطيعون أن يقوموا ببعض الأعمال كما شفنا محمد حسن النجفي صاحب الجواهر يعني هو كان يؤمن بولاية الفقيه ولكن تحت سقف الدولة ما نوصل يعني إلى مستوى الدولة فالسيد محمد الصدر ما هو موقفه سنحاول تبين موقفه في الحلقات القادمة إن شاء الله وشكرا لاستماعكم ومشاركتكم أيضا وتفاعلكم بالأسئلة والمناقشات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر